النبي عليه الصلاة والسلام والأسر عند البيهقية في الدلائل وحسنة والحافظ ابن حجر في فتح الباري يؤكد أو انظر إلى يعني هنا أشوف بقى القيمة الأخلاقية النبيلة دي لما سأسرده الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء يضربن الخيلة وجوه الخيل بالخمر بأخمرتهن فإنه قال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ماذا قال حسان إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر ماذا قال حسان بالمجموعة على الأقل ماذا قال حسان فأبو بكر رضي الله عنه ذكر له البيتين الأخيرين الذين ذكرتهم لهو عدمت بنيتي أو سكلت بنيتي فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر ذلك لما رأى النساء يضربن بالخمر الخيل فقال إذن ندخل من حيث قال حسان شوف الجمال النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة سيدخل مكة سيدخل مكة من أعلاها كما قسم الجيش في مر الظهران وبينا وسيدخل خالد بن وليد رضي الله عنه من أسفلها سيدخل سيدخل فحسان رضي الله عنه بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام والخيول ستدخل من هذا المكان من الكداء والنساء يضربن بالخمر الخيل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذن ندخل من حيث قال حسان هل حسان يعلم الغيب؟ لا لا يعلم الغيب إنما لابد أن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له والحديث في الصحيح قال لحسان أهجهم وجبريل معك عليه السلام وقال له هذا حديث براء وفي حديث أم نعيشة قال ما زال روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن حسان رضي الله عنه لما كان يهج قريشا كان جبريل عليه السلام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح كان معه معينا له وهجهم وجبريل معك عليه السلام وقد استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر حسان ولما سمعه أقر كلام حسان فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا من المعاني الجميلة الحقيقة التي توقفت عندها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة فما أجمل أن يدخل من المكان الذي قال فيه حسان شعرا وأيضا طارت القصيدة بين الركبان وانتشرت على الألسنة وأدت إلى صمت قريش عن سب النبي صلى الله عليه وسلم معاني جميلة في الحقيقة وقيمة أخلاقية عالية ونبيلة من نبينا صلى الله عليه وسلم